المعالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملأ تقل عمل الوطني ودستور مملكة البحرين أرسياء القواعد الأساسية لمبادئ العدالة والحرية والديمقراطية وعزز ثقافة حقوق الإنسان والحوار والتعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر وأشار الملأ إلى مبادرات العاهل المفدة العديدة في مجال العلم والتعليم وعلى رأسها جائزة اليونسكو جائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم إلى جانب إطلاق سمو ولي العهد لمسابقة الابتكار الحكومي فكرة المخصصة لموظفي القطاع الحكومي بهدف تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وأشاد رئيس مجلس النواب بموقف الشقيقة المملكة العربية السعودية وبدورها الحضاري والمحوري الرائد في دعم القضايا الإنسانية في العالم أجمع مشددا على أن شعبة البرلمانية لمملكة البحرين تؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وأكد الملأ أن البحرين تأسف من أن تقليص المساعدات لوكلة الأونروا قد بدأ يؤثر سلبا على مسيرة المشروعات التنموية التي قامت بها مملكة البحرين في فلسطين ومنها المدارس والمكتبات والمستشفيات ما يهدد المستقبل العلمي والثقافي والصحي لعشرات الآلاف من الفلسطينيين ومن هذا المنطلق أعرب رئيس مجلس النواب عن تأييده التام للمقترح الذي توافقت عليه المجموعة البرلمانية العربية والإسلامية بشأن إدراجي بند مشكلة العجز في وكالة الأونروا على جدول الأعمال الطارئ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بهدف ضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين